الله يرضى عليكم يا أخي بتزوجوا بناتنا وما بتعطونا بناتكم لأنها صار فكان جواب الشيخ نحن آمننا بسيدنا عيسى عليه السلام فبيحلنا ناخد بناتكم انتوا آمنوا بسيدنا محمد عليه السلام تاخدوا بناتنا يعني سفينها مثل بعض ما إذا أي مسلم أنكر نبوة نبي فإيمانه ناقص زال سيدنا عيسى سيدنا موسى سيدنا إبراهيم أنكر نبوة أي نبي إذا آمن بسيدنا إذا آمن بسيدنا موسى الله عليه السلام وهو يرأي موسى عيسى لا ما بتزبط ما بتزبط هيك بده يآمن ويطبق أحكام الشرع يعني حتى المسلم بده ياخد كتابية كمان بده يرجيها الدين الإسلامي وحلاوته يعني وقفني واحد مرة عمو إفض الشيخ نح الدين من شيء أكتر من عشرين سنة فقال إنه آخذ وحدة نصرانية ناله ما في مشكلة عم قال لي والله عم تأصر بالصلاة تروح معي شيخيك هل عندي على البيت تنصح لي ياها تقول أنت بصلي قال لا والله طيب يعني إذا أنت ما بصلي وانت مسلم شنون هي غير مسلمة وأسلمت جديد وبدك يا وصلني ترى شو بتشتغي قال حلاء نسواني ما له على أحلم يعني شنون بدأ بدأ تسيخ فيك يعني وانت عم تمسك شعر النسوان وتساوي لها الغرة وتميش لها وتورجيها شعراتها بالمرأة وكذا إن هذا الروح الروح ده أولك على شغل إيه نعم فلذلك الإيمان لا بدأ يكون إيمان كامل بعدين لاحظ غير المسلمين لما بيأمنوا بيأمنوا بصدق فلتلاقي بيجي عالدين الإسلامي بصدق بإمدفاع هنا يعني واحد بيشتغل برومانيا فجاب لي إيه معهم سبحان الله جاير جاير معه وبنت بنت معلمه فشافته ما بيسرق ما بيغش ما بيشرب خبر ما بيزني قد له أنت قديس قال لي لا أنا مسلم قد له شو يعني مسلم قال لي هي تعاليم ديننا هيك قد له بروح معك على السورية ولا بيعرفوا السورية ولا سمعانين فيها إيه نعم قد له بروح معك على السورية وبشوف إذا هيك الدين بتآمن وبيتزوجوا فعم تحكي هي هو عم يترجم جابها على الجامع الأموي فشافت إيه نعم بالجامع الأموي الناس عم تركع وتسجد خلف إمام واحد إيه نعم فانبهرت هي إيه نعم عطر مشايخي ها ما يرحم الشيخ أبو حامد كان يقول عنه خلاصة البول فجابه على جامع الحاجبية كان عندي درس في جامع الحاجبية فسبحان الله يعني انبهرت بالجامع الأموي أنا بروح على الجامع الأموي يعني فسبحان الله بتشاجر مع المصلين هذا النسوان اللقين تلاقيين بينين غرتهم وهذا تلاقي عم يأكل صنبويشي وهذا يعني حولوا لها متحف يعني هي شافت غير هيك هي شافت رمز ديني كبير وتلاقي هيك يدمع عيونها هي عم تتفرج على المصلين أنا لا بدمع عيوني ولا من يحزنون والحال يعني لو أنه ما في محاسبة معاقبة يعني هالمصلين هاي اللي عم تصلي لحتى أعملهم مشاكل غير شكل يعني ما تحف فلذلك نعم سبحان الله طلبت منها كلمة التوحيد وشهادت ألا إله إلا رحمة رسول الله الشاهدة وعقدت الله عقد على هالشب يعني نعم فشو يحببها بالإسلام أخلاقه شافت أخلاق حلوة الآن في من أولادنا اللي راحوا على أوروبا وارجوا صورة سيئة عن الإسلام وفي منهم وارجوا صورة حسنة في ناس ملتزمة دينيا فبتلاقي من أحلى ما يكون بصلاةها بعبادتها بدينها وفي ناس نعم بكائي يعني عفشين كالسين بكائي نعم خبر وزينة نعم وصردوا مجالي في الأدفل فلي بيأخذ واحدة على غير دين بالليورجية حلاوة دين الصحر المسلم انتزوجة كتابية نصرانية كانت أو يهودية لأنه تنتقل أصحاب كتاب لأن نصرانية في عندهم الانجيل اليهودية عندهم التوراة فأصحاب كتاب منزل في تحريف تبديل أمريكا نزلونا مصحف على ما سمعنا في تحريف تبديل غير مصحف اللي بإيدنا فسبحان الله والله سبحانه وتعالى بفضله تكفلنا بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديم وإن كره بصح زواج الكتابية بس يكره ليش لأنه نحن أولادنا أمه مسلمة وبيلوا لأبني بابا صليت الظهر بيلي ليش أدى ما لخبر أنه أدى ما سمعته سألع فيني الكنار عينه يروح يتوضى ويصلي هذا أمه مسلمة فإذا كانت غير مسلمة أنشكي في مين واقف بالمرصاد نعم إن واقفوا ضرب العماش يعني نعم نعم وإن كرها ويصح عقد نكاحها مباشرة بمباشرة وليهما نعم وليها الكتابي وشهادة كتابيين ولو كانا مخالفين لدينها يعني هي نصرانية وشهد عن عقد الزواج اتنين يهود خلص لأنه أهل الكتاب ما في مشكلة لأننا ما عنا مشكلة مع اليهود مشكلتنا مع الصهاينة باقي اليوم واحد بالحريقة صور معي نشي عشر صور بعدين قال لي طلع يهودي ومن بين عليه كان يهودي أو كان مسلم أو كان نصر من بين عليه البشر عادي قلنا هو يهودي قال لي شوما في مشكلة ما عنا مشكلة مع اليهود نحنا هنا الله يرد عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر